السلام عليكم. عملة عرفنا طريقة التوسيق المرحلة الاولى والمرحلة التانية وكان كل حاجة بالتفصيل اه وشرح بالفيديو. هتلاقي كل اللينكات لو انت لسه مسجلتش في العملة هتلاقي لينك التسجيل وكمان لينك اه طريقة التسجيل والتوسيق المرحلة الاولى والتانية في الوصف بتاع الفيديو كمان على قناتنا على التليجرام. اما بقى لو حضرتك كنت مسجل معنا وتم تقديم توسيق المرحلة الاولى والتانية. فانت بعد التحديس الجديد اه تعرف ان التوسيق بتاعك تقابل عن طريق العلامة الخضرة دي. لو لقيت العلامة الخضرة دي موجودة. يبقى انت كده التوسيق بتاعك تقابل وكله تمام. ولو كنت مقدم عنوان فانت كده مستعد للسحب. وقت ما هما هيقولهم ان السحب ابتدى. اكتب لنا كده في التعليقات لو انت قدمت التوسيق وتقابل او لو انت اه قدمت التوسيق ولسه ما تقابلش. او لو في اي مشكلة معك اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نحلها معك. اه دي اول نقطة بالنسبة لقبول التوسيق. ان احنا عرفنا ان التوسيق بتقابل لما نلاقي العلامة الخضرة دي. النقطة التانية نلاحز ان احنا اه بالنسبة للرصيد بتاع التعدين رصيد التعدين انخفض اه مرتين متتاليتين. طيب ايه السبب الانخفاض ده? هو ده اللي احنا جايين نوضحه لحضراتكم النهاردة بامر الله. بس لو اول مرة اتبعنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا وكمان تابعنا على قناتنا على سبب انخفاض التعدين يا شباب او عملات التعدين اللي انت عدنتها. اول حاجة لو احنا جينا فتحنا تحت كده عشان نبدأ دور التعدين جديدة. كان المفروض ان يبقى فيه هنا. هم لغم كل او صفروا كل اللي كان معمول. واخدوا العملات اللي كانت معمولة في زي ما هم قالوا في خارطة الطريق بتاعتهم. اه فانت لو حابب ان انت ترجع لعملات بتاعتك هترجع نسبة اللي انت كنت عاملها. اه مش حابب ان انت تعمل لان قبل ما تبدأ تعمله. اه هيبقى بدايته من انطلاق الشبكة الرئيسية. يعني في شهر عشرة جاي هيبدأ يحسب المدة اللي انت هتعمل لها للعملات. فده قرارك وانت حر فيه تحب تعمل تاني تحب تستفيد بالعملات اللي انت خدتها اه راضي بالكمية اللي انت عدنتها فقط ما فيش مشكلة. طيب ده كده بالنسبة للانخفاض بتاع عملات التعدين المرة الاولى. طيب المرة التانية كانت ايه? كان في مشكلة عندهم في اه او بج في كوت برمجي اللي هو بتاع الاحالات واحتساب المكافئات. فهم في ناس بلغت عن ان في مشكلة في اه الارباح بتاعتهم او النسب اللي بتوصل لهم. فبالتالي هم بدأوا يعدلوا الكوت ده. وبالتالي اه تم تخفيض العدد بتاع العملات للمرة التانية. علشان تبقى كل الامور معك تمام. فانت كده ده الرصيد الفعلي اللي فعلا انت بتعدنه او اللي انت عدنته بدون زيادة او نقصان. فبرجع اقول لكم يا شباب لو ما سجلتش في العملة الحق سجل من دلوقتي. لسه الفرصة بتاعها قدامنا. التعدين دلوقتي اه عملتين كل ساعة. اه في شهر مارس ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده حينخفض التعدين لعملة كل ساعة. وبالتالي لو انت لسه ما اشتركتش الحق الفرصة من دلوقتي. هتلحق تجمع اه كمية حلوة. اه هتقدم التوصيق المرحلة الاولى والتانية. ولو لحقت السحب بتاع اه شبكة يبقى خير وبركة. ما لا حقتش يبقى حتى انتظر معانا لشهر عشرة. زي ما انا منتظر. انا لسه ما قدمتش لحد دلوقتي عنوان بتاعي. وبالتالي انا منتظر ان شاء الله انطلاق الشبكة الرئيسية. بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة ووضحنا مع بعض اه قبول التوصيق ووضحنا لسبب انخفاض العملات اه مرتين متتاليتين. اه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا وكمان تابعونا على قناتنا على التليجرام عشان تتابعوا كل الاخبار وكل العملات اللي احنا شغالين عليها وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.